اشتركوا في القناة بعنوان تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنفها يعني هنتكلم عن الكائنات الحية وازاي بتختلف عن بعضها وازاي العلماء بدأوا يصنفوها الى مجموعات وانواع تعالوا نراجع على واجب الفيديو اللي فات قبل ما نبدأ درس النهاردة اذكر بعض التطبيقات التكنولوجية التي تعتمد فكرة عملها على تحويل الطاقة الشمسية الى صور اخرى موضحا تحولات الطاقة فيها عايزين نقول بعض التطبيقات التكنولوجية للعلماء اخترعوها وكان فكرة عملها ايما على تحويل الطاقة الشمسية لصورة اخرى زي الطاقة الكهربية او الطاقة الحرارية وكمان طلب مني ان انا اوضح التحولات اللي بتحصل داخل التطبيق اول حاجة عندنا الخلايا الشمسية بتقوم بتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربية يعني هتمتصل اشعة بتاعت الشمس طول النهار وتخزنها وتحولها لطاقة كهربية نستفيد منها في ايه ادارة الالات الكهربية تاني تطبيق السخان الشمسي والمدفقة الشمسية والمطهر الشمسي والفرن الشمسي من اسمها كلها بتاخد الطاقة الشمسية وتحولها الى طاقة حرارية يبقى كل التطبيقات اللي قلناها سواء السخان او المدفقة او المطهر او الفرن الشمسي بتاخد الطاقة الشمسية تحولها الى طاقة حرارية لكن الاختلاف فيهم ايه في استخدامها يعني كلهم بيحولوا الطاقة الشمسية لطاقة حرارية لكن كل تطبيق بياخدوا الطاقة الحرارية يستخدمها في حاجة معينة السخان مثلا نسخن بيء المياه المدفع عشان ندف الجو او المكان المطه نطبخ عليه والفرن طبعا نبدأ نشوفيه الحاجات او نبدأ نستخدمه في صهر المعادن تمام كده خلصنا مراجعة الواجب بتاع الفيديو اللي فات تعالوا نبدأ درس النهاردة انا هيتكلم عن الكائنات الحية هنبدأ ندرس الاشكال والالوان اللي بتخلي الكائنات الحية مختلفة يعني هندرس تنوع الكائنات الحية ونشوف ازاي الكائنات دي بتختلف في اشكالها وفي طريق التغذية بتاعتها وفي البيئة كمان هنبدأ نصنف الكائنات الحية طبعا مش احنا اللي هنعمل الكلام ده احنا هندرس الحاجات اللي العلماء عملوها العلماء عملوا محاولات كتيرة عشان يبدأوا يعملوا ايه تصنيف كل عالم بدأ يصنف الكائنات الحية على اساس علمي من وجهة نظره فيه اللي صنفها على حسب النوع فيه اللي صنفها قالك احنا نصنفها على حسب مثلا طريقة التغذية او اسنانها شكلها ازاي او الحركة بتاعتها كل عالم بدأ يكتهد ويصنف الكائنات الحية قالك نصنف منها الكبير منها مثلا فيه نباتات بتتميز بشكل معين يعني فيه اللي صنف حسب الشجل فيه اللي صنف حسب النوع يعني بدأوا يعملوا تصنيف على اسس كتيرة وكلها اسس علمية هناخد بعض التصنيفات للعلماء عملوها دي ولكن قبل ما ناخد التصنيف هندرس تنوع الكائنات الحية يعني ايه تنوع يعني اختلاف الكائنات الحية الكائنات يعني فيه منها اشكال عديدة وانواع مختلفة بتختلف في الحجم والشكل وفي ايه في البيئة اللي بتعيش فيها وطريقة التغذية بتاعتها هندرس تنوع الكائنات الحية في التلات ايه في تلات اشكال هندرس التنوع في عالم الحيوان والتنوع في عالم النبات والتنوع في عالم الكائنات الضقيقة في عندنا حيوان في نبات وفي كائنات ضقيقة مش بنشوفها بعنينا لكن بنشوفها لو فحصناها تحت مجهر او ميكروسكوب الكتروني تمام اول حاجة هندرس التنوع في عالم الحيوان يا طرى الحيوانات بتتنوع وبتختلف ازاي اول حاجة هندرسها ان الحيوانات بتتنوع وبتختلف في صفات كتيرة جدا من ضمن الصفات دي الحجب والبيئة اللي بتعيش فيها والشكل وطريقة التغذية لو بصينا للحجب هنلاقي ان في عندنا حيوانات كبيرة جدا وفي حيوانات صغيرة ايه جدا يبقى هنلاقي النقيد بالزبط هنلاقي منها الكبير وهنلاقي منها الصغير طيب لو بصينا للبيئة اللي بتعيش فيها هنلاقيها بتختلف في البيئات اللي بتعيش فيها في منها بيعيش في المية وفي منها بيعيش على اليابسة يبقى عندنا الكائنات الحية متنوعة منها اللي حجمه كبير ومنها اللي حجمه صغير والتنوع بيظهر في الثلاث ايه حوالم في عالم الحيوان والنبات والكائنات الضقيقة قلنا في عالم الحيوان بلا ان في عندي حيوانات كبيرة الحجم زي وحيد القرن والفيل ايه كمان في عندي حيوانات صغيرة جدا زي الفقر والارنب وايه والسحلية كل دي حاجات صغنانة جدا لو بصينا حطينا فار جنب وحيد القرن او الفيل هنلاقي فرق شاسع في الحجم طيب ده بالنسبة للحجم لو بصينا في عالم الحيوان وبدأنا نشوف الحيوانات بتعيش فين هنلاقي في عندي حيوانات بتعيش في المية وحيوانات تانية بتعيش على اليابسة اللي بيعيش في الماء زي سبع البحر والتمساح واغلب الاسماك اللي احنا ايه بنشوفها يعني الاسماك بتعيش في المية ما تقدرش تعيش على الارض تمام في حيوانات تانية بتعيش على اليابسة زي الكلب والحصان والاسد ايه كمان في حيوانات بتعيش على البئتين يعني بتعيش جزء من حياتها في اليابسة وجزء تاني بتعيشه فين؟ بتعيشه تحت المية زي البرمائيات من اسمها احيانا او وقت من عمرها بتقضي على اليابسة ووقتي تانية بتعيش في المية لكن الاسماك بنلاقيها ايه ما بتقدرش ان هي تعيش بورا المية لو خرجت من المية هتموت يبقى عندي الحيوانات تعيش في الماء زي سبع البحر والتمساح والاسماك وفي حيوانات تعيش على اليابسة اللي هي الارض زي الحيوانات اللي احنا بنشوفها حوالينا الكلب الحصان الاسد كل الحيوانات دي كل اللي احنا قلنا ده بيوضح لنا مدى التنوع والاختلاف فين؟ في عالم الحيوان وشفنا زي الحيوانات بتختلف في اشكالها واحجامها بتختلف في البيئة اللي بتعيش فيها بتختلف في طريقة التغذية في منها هيتغذى على النباتات وفي منها يتغذى على اللحوم يعني هتكون حيوانات مفترسة طيب ده بالنسبة لعالم الحيوان تعالوا نشوف التنوع في عالم النبات هل النباتات ايضا بتختلف؟ وفي منها اشكال عديدة واحجام عديدة زي الحيوان؟ ايوة طبعا في تنوع في عالم النبات تختلف النباتات عن بعضها في صفات كثيرة منها الطول وحجم الاوراق ازاي؟ لو بصينا لاشجار كبيرة زي النخيل بيكون عالي جدا والاوراق بتاعته طويلة يبقى بنقول على الاشجار بتاعت النخيل والكفور اشجار طويلة ضخمة يبقى بالنسبة للطول عندي اشجار طويلة واشجار ضخمة واشجار او اعشاب قصيرة يدوب خمسة عشرة سنتي ايه مرتفع عن سطح الارض زي البرسيم والجرجير يبقى فيه اعشاب قصيرة صغيرة قصيرة قريبة من سطح الارض وفيه اشجار طويلة ضخمة زي الكافور والنخيل والنخيل طبعا معروف كلنا بنشوفه عارفين انه هو طويل قد ايه زي ما هو واضح قدامنا في الصورة واضح جدا الاختلاف والتنوع في عالم النبات بالنسبة لايه بالنسبة للطول فيه حاجات طويلة جدا وفيه نباتات وعشاب صغيرة جدا زي البرسيم والجرجير تمام طيب لو بصينا لحجم الاوراق زي ما انت شايف في الصورة الاوراق بتختلف من نبات لنبات فيه نبات اوراق صغيرة جدا يدوب قد عقلة الصباع او جزء من الاصبع بتاعك وفيه اوراق قد كاف في الايد وفيه اوراق كبيرة جدا ممكن تبقى بطول ايه الشخص تمام يبقى بالنسبة لحجم الاوراق هلاقي برضو النباتات بتتنوع وتختلف عن بعضها فيه نباتات اوراقها كبيرة جدا زي نبات الموز الوراق ممكن توصل لطول واحد النباتات التانية اوراقها صغيرة زي الملوخية والبرسيم وكل الحاجات اللي احنا عارفينها القضار العادي اللي احنا بنستخدمه في الطاو زي الملوخية واستبانخ الاوراق بتاعتها صغيرة والجرجير والحاجات اللي احنا بنشوفها لكن نبات الموز لو حد اصل شافه هتلاقي الوراق بتاعته ماشاء الله طويلة جدا ممكن توصل لطول الواحد يبقى بالنسبة لحجم الاوراق برضو النباتات بتتنوع وتختلف يبقى شوفنا قد ايه ان فيه تنوع ايضا في عالم النبات وقبلها قلنا ان فيه تنوع في عالم ايه الحيوان فاضل لنا دراسة التنوع في عالم الكائنات الضقيقة هل فيه تنوع هناك في العالم الصغير اللي احنا مش بنشوفه بعينينا ده ايوة بفضل طبعا التكنولوجيا والتطور في صناعة المجهر الالكتروني قدرنا نرصد الكائنات الضقيقة دي اللي يعنينا مش بتقدر تشوفها لكن لما بدأنا ندرسها بالمجهر وبدأنا نكبرها ونشوفها اعرفنا قد ايه ان فيه تنوع وان فيه عالم خافي عننا احنا ما كناش شايفينه قبل ايه قبل اكتشاف المجهر هو عالم الكائنات الضقيقة ضقيقة ليه بنقول عليها كده ليه لانها صغيرة جدا عينينا الطبيعية دي او العين اللي بتاعتنا مش بتقدر تشوفها لكن لو استخدمنا العدسات اللي بتكبر في المجهر الالكتروني اقدر اشوفها بوضوح واقدر اميز ما بينها هلاقي كمية هائلة من التنوع في عالم ايه الكائنات الضقيقة عشان نثبت الكلام ده طبعا هنقوم بايه هنقوم بنشاط عشان نتعرف على التنوع في عالم الكائنات الضقيقة ونشوف ازاي ان الكائنات دي بتختلف ايضا عن بعضها وفي تنوع في شكلها وفي طريقة الحركة بتاعتها تعالوا مع بعض نعرف الاول ايه هي الكائنات الضقيقة ونقوم بنشاط عشان نشوف ازاي في تنوع في الكائنات دي وفي العالم بتاع الكائنات الضقيقة اللي احنا مش بنقدر نشوفها بعنينا الكائنات الضقيقة دي هي ايه كائنات حية مجهرية لا ترى بالعين المجردة وتنتشر في الهواء والماء والطربة موجودة حوالينا في كل حتة موجودة في الهواء وفي المية وفي الطربة يبقى نقدر نشوفها او نيه نقدر نبحث عنها في كل مكان حوالينا طيب هنحتاج ايه في النشاط عشان نبدأ نبحثها هنجيب قطرة من ماء بركة راقد ليه راقد؟ لان المياه الراقدة بتبدأ تكثر فيها الفطريات والكائنات الضقيقة دي بتبدأ تتكاثر وتنتشر فيها لكن الماء المتحرك والمتجدد ما بتقدرش تعيش فيه الكائنات دي تمام؟ يبقى هنقوم بنشاط نبدأ نجيب قطرة من ماء البركة الراقد زي ما قلنا وهنجيب طبعا مجهر او ميكروسكوب مركب عشان نبدأ نستخدمه في فحص القطرة دي هنحتاج ايضا بعض الادوات اللي هساعدنا في عملية الفحص هنحتاج شريحة زجاجية ومحلول ازرق المثيلين وغطاء زجاجي وقطارة طيب ايه الحاجات دي وهنستخدمها في ايه؟ اولا محتاجين عينة من ماء بركة راقد وقلنا ده مصدر الكائنات الحية دي العينة اللي هنشوف فيها الكائنات الدقيقة اللي احنا هنفحصها طيب ويه تاني محتاجين طبعا المجهر او الميكروسكوب المركب اللي هنفحص به عشان هو اللي هيبدأ يكبر العينة طيب الشريحة الزجاجية دي هنستخدمها في ايه؟ دي اللي هنبدأ نحط عليها القطرة ونبدأ ايه؟ نفحصها يبقى الخطوات هتفهمنا دور كل حاجة هنجيب قطرة من ماء البركة ونبدأ نحطها على الشريحة الزجاجية هنضيف ليها قطرة من محلول ازرق المثيلين في محلول اسمه كده ازرق المثيلين المحلول ده بيستخدموه في صبغ الكائنات الدقيقة الكائنات دي عشان اقدر اشوفها وافحصها تحت الميكروسكوب لازم احط عليها سبغة اللي هي ازرق المثيلين عشان الخلايا بتاعت الكائنات الدقيقة السبغ باللون ده واقدر افحصها واميزة عن الحاجات التانية يبقى بعد ما هنفرد القطرة على الشريحة الزجاجية ونحط عليها قطرة من محلول ازرق المثيلين هغطيها بغطاء زجاجي بايه؟ برفق وبعدين هنحطها على المنصة بتاعة المجهر تحت العدسات ابدأ استخدم العدسة الصغيرة لفحص ايه العينة وبعدين هكرر الفحص بس باستخدام عدسة تانية كل مرة عندي في المجهر عدسات متعددة تلات عدسات ابدأ كل مرة اجرب ايه العدسة الصغيرة وبعدين الاكبر منها وبعدين ايه الاكبر عشان ابدأ افحص كويس واشوف ايه كل الحاجات الموجودة في العينة يا طرح هنشوف ايه تحت المجهر او الميكروسكوب ده وايه هي نتائج الفحص العينة اللي احنا جبناها من ماء البركة نتائج الفحص هنلاقي ظهور العديد من الكائنات الحية الضقيقة وحيدة الخلية زي الاميبة والبراميسيوم واليوجلينة هلاقي فيه كائنات عديدة بعد ما كنت القطرة دي ما كنتش شايف فيها اي حاجة لا سبحان الله هتلاقي فيها كميات من ايه هائلة من الكائنات الضقيقة المتعددة اللي احنا ما كناش شايفينها يبقى الميكروسكوب هيساعدنا في ايه في دخول عالم الكائنات الضقيقة دي والقرب منها ونشوفها اكتر ونبدأ نقول سبحان الله يعني القطرة الصغيرة دي بيعيش فيها كائنات احنا ما كناش شايفينها طيب الكائنات دي كمان بتختلف في اشكالها بتختلف في ايه في طريقة الحركة بتاعتها يبقى مش بس فيه كائنات دقيقة داخل القطرة لا ده فيه تنوع كمان في عالم الكائنات الدقيقة دي بل هي حاجة زي الاميبة زي ما انتو شايفين في الصورة شكلها مختلف وبتمشي بحاجة اسمها الاقدام الكاذبة لو بصينا الحاجة تانية زي البراميسيوم هلاقي ليها شكل مختلف عن الاميبة والحركة بتاعتها بتمشي بالاهداب فيه اهداب صغيرة كده حاجات زي الشعر صغير حوالين الخلية بتساعدها في الحركة لكن الاميبة بتمشي بايه بالاقدام الكاذبة ليه سموها كده لانها بتساعدها في الحركة فقالوا عليها اقدام لكن قالوا كاذبة لانها مش ايه مش زي الاقدام بتاعت الكائنات التانية اخر حاجة هنشوفها اليوبلينا شكلها مختلف تماما عن ايه عن الاميبة وعن البراميسيوم والحركة بتاعتها بتتم بايه عندها صوت كبير كده بيساعدها في ايه في الحركة الصوت ده اللي هو حاجة زي الكرباق كده يعني ممتد منها عشان يساعدها في ايه في الحركة كل خلية سبحان الله او كل كائن من الكائنات اللي شفناها دي ليه شكل مختلف وليه طريق التغذية مختلفة وليه حركة ايه مختلفة طيب عرفنا دلوقتي ان فيه تنوع في عالم الكائنات الدقيقة وعرفنا ايضا ان فيه تنوع في عالم الحيوان والنباد يبقى كده التنوع ده قل العلماء بدأوا يفكروا لازم نصنف الكائنات ايه الحية دي كلها نبدأ نقسمها بدأ كل عالم يفكر في طريقة لتأسيم الكائنات كلما بيبدأوا يكتشفوا كائنات اكتر يبدأوا يفكروا ان احنا لازم نصنفها لما بدأوا يدرسوها وعلماء الاحياء بدأوا يشوفوا الكائنات دي بتتشابه في ايه وتختلف في ايه بدأوا يصنفوها المجموعات تمام؟ بدأ العلماء في تأسمها وتصنفها حسب الخصائص المشتركة في مجموعات ليه عايزين يصنفوها ويقسموها حتى تسهل عملية دراستها الحاجة لما بتكون منظمة بيبقى سهل ان انا ادرسها لو انا ببحث عن اي حاجة في الغرفة والغرفة مقلوبة وغير مرتبة صعب جدا ان انا لقيها لكن لو عامل مكان محدد لكل حاجة حطيت الكتب في مكان لدولاب او مكتب خاص حطيت الاقلام في درج خاص حطيت الملابس في دولاب مختلف عن دولاب الكتب هلاقي ان سهل جدا لو انا عايز ابحث عن الملابس هروح على الدولاب بتاعها عايز ابحث عن الاقلام هروح على الدرج يبقى هيبقى سهل جدا ان انا ابحث عن اي ايه اي حاجة انا عاوزها واوصل لها بسهولة عن ما يكون سايب الحاجة كده ايه يعني بغير مرتبة يبقى العلماء كانوا عايزين يقسموها ويصنفوها في مجموعات حتى تسهل عملية دراستها طب العلم المختص بالدراست دي اسمه علم ايه علم تصنيف الكائنات الحية هو علم خاص بذاته كده لا اه ده فرع من فروع علم الاحياء يبقى الوحدة التالتة دي ايه خاصة بعلم الاحياء احنا كنا في الوحدات اللي قبل كده درسنا فيه الوحدة اللي قبلها الفيزياء درسنا فيه الوحدة اللي قبلها اللي بتتكلم عن الظر والتركيب الظر الكيمياء يبقى الوحدة اللي احنا بنتكلم فيها دي خاصة بعلم الاحياء ودي مقدمة للحاجات اللي هتاخدها في سنة وان شاء الله لما تبدأ تدرس ايه الاحياء يبقى علم تصنيف الكائنات الحية ده هو ايه احد فروع علم الاحياء الذي يبحث في اوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات الحية ووضع المتشابه منها في مجموعات حسب خصائصها المشتركة لتسهيل دراستها يبقى العلماء بتوع الاحياء بدأوا يعملوا ايه فرع خاص لايه لدراست المتشابه في الحيوانات ودراست اوجه الاختلاف وتصنيفها في مجموعات بدأوا يقسموا الكائنات الحية في مجموعات عشان يبقى ايه سهل الدراسة بتاعتها لتسهيل دراست ايه الكائنات الحية ايه هي خطة تصنيف الكائنات الحية بدأ العلماء يحطوا خطط لتصنيف الكائنات الحية قالك هنصنف الكائنات لمجموعتين كبار تصنيف النباتات وتصنيف الحيوانات يبقى في عندي مجموعة نباتات ومجموعة حيوانات كل مجموعة منهم هنبدأ نصنفها حسب اسس علمية ايه هي قالك النباتات دي طبعا الكائنات اللي بتبدأ تقوم بالبناء الضوئي وبتعتمد على التربة والهوى والكلام ده طيب النباتات دي هنصنفها حسب ايه حسب الشكل الظاهري وطريقة التقاثر بتاعتها طيب بالنسبة للحيوانات الكائنات اللي بتبدأ تتحرك وتتنفس ومحتاجة حاجة تانية تتغذى عليها دينا ان نصنفها حسب ايه حسب طبيعة تدعيم الجسم وعدد الارجل المفصليات ووجود الاسنان في الثديات يبقى هنبدأ نصنف على تلات اسس طيب تعالوا نبدأ بدراسة اول وحدة ايه هي تصنيف النباتات هنصنفها الاول حسب الشكل الظاهري لو بصين على الشكل الظاهري بتاع النباتات يطر ايه اللي بيفرق النباتات عن بعضها عايزك تبص على الصورة اللي قدامك دي وتبدأ تميز اشكال النباتات اللي قدامك يا ترى الشكلين اللي فوق المكتوب عليها الطحلب الاحمر والطحلب البني هل النباتات دي تقدر تميزها لوجود جذر وصاق واوراق زي النباتات المعروفة حوالينا يعني اغلبنا بنشوف النباتات عارفين ان فيه جذر تحت الطربة وعارفين ان لها صاق ولها ايه الصاق دي بتحمل اوراق عليها طيب هل الطحالب او الصورتين اللي فوق تقدر تميزهم للكلام ده لا يبقى نقدر نقسم النباتات حسب الشكل الظاهري لمجموعتين ازاي لما وصلنا على الشكل الخارجي بتاعها لان في بعض النباتات لا تتميز الى جذور وسيقان واوراق لكن في نباتات تانية بقدر اميزها يبقى معظم النباتات تتميز الى جذور وسيقان واوراق وقال لك معظم لي لان اغلب النباتات اللي حوالينا بنلاقي لها جذر وصاق واوراق وقدر اميزها بسهولة طيب ديني امثل على الكلام ده لو بصينا على النباتات اللي لا تتميز الى جذور وسيقان واوراق هنلاقي السورتين اللي احنا قلنا عليهم التحلب الاحمر والبني وفيه ايضا تحالب ايه خضراء طيب النباتات اللي بتتميز يا كتير جدا اغلبنا عارف ايه امثلة كتيرا القمح الزراء النخيل اي نبات ايه حوالينا بنلاقي ان فيه جذ تحت التربة وفيه صاق بتحمل مجموعة من الاوراق وبتحمل الثمار والازهار يبقى اقدر اميزها الايه لشكل محدد لكن التحالب سواء تحالب بنية خضراء حمراء ليس لها ايه ما اقدرش اميزها ليس لها نفس الشكل المعروف في النباتات العادية ما اقدرش اميز لها جذر ولا صاق والاوراق كلها شبه ايه شبه بعض حاجة واحدة تمام رقم اتنين هنصنف النباتات حسب طريقة التكاثر يا ترى بتتكاثر ازاي يعني بتبدأ تجيب نباتات جديدة وجيل جديد من النباتات ازاي اول حاجة في مجموعة من النباتات بتكون جراثيم او صراخص عشان تبدأ تدينا نبات جديد او تبدأ تدينا ايه جيل جديد من النباتات طيب النوع التاني النوع التاني ده النوع اللي احنا كلنا نعرفه النباتات تتكاثر بتكوين البذور احنا لما بنيجي نزرع بنجيب بذرة من اي نبات ونبدأ نحطها في التربة وايه ونسيبها لما تكبر يبقى التكاثر بيتم من خلال البذور يبقى عندي مجموعتين نباتات تتكاثر بتكوين الجراثيم والصراخص ونباتات اخرى تتكاثر بتكوين البذور لو بصين على اول نوع هنلاقي ان النباتات اللي بتتكاثر بي الجراثيم او الصراخص زي نبات الفوجير وكسبرة البئ طيب ايه هي الصراخص او الجراثيم اللي بتتكون بيها دي الصراخص هي نباتات ارضية صغيرة تتكاثر بتكوين الجراثيم يبقى الصراخص عبارة عن نباتات ارضية النباتات دي تتكاثر بتكوين الجراثيم زي نبات الفوجير وايه وكسبرة البئ طيب النوع التاني النوع التاني اللي هي بتتكاثر بتكوين البذور في منها برضو نوعين يبقى هي كمان نقدر نقسمها النوعين في نباتات تتكاثر بتكوين البذور والبذور دي بتكون ايه معراء يعني مفيش غطى بيغطيها زي ايه هقولك دلوقتي طيب النوع التاني نباتات مغطاة البذور من اسمها البذرة بيكون لها غطى طيب تعالوا نعرف النباتات المعراءة البذور دي ايه هي هي نباتات لا زهرية تتكون بذورها داخل مخاريط وليس داخل اغلفة ثمرية يعني ايه نباتات لا زهرية يعني مش بتكون ازهار اغلبنا بنشوف النباتات لما بتبدأ تكون الثمرة بتبدأ تعمل ايه النبات الاول تعالوا نبدأ الاول نبص على النبات وهو لسه صغير بذرة بنحط البذرة فيه الطربة نبدأ نسقيها ونهيق لها الظروف المناسبة تبدأ تكبر يبدأ يخرج لنا ساق والساق بتحمل اوراق بعد فترة تبدأ تزهر يعني تطلع ازهار الازهار دي تبدأ تتحول لثمار يبقى عندنا هنا اللي بيحصل النباتات بتتكاثر بتكوين ازهار طيب النباتات اللي احنا بندرسها دي بيقول لي لا زهرية يعني مش بتكون ازهار بتتكون بذورها داخل حاجة اسمها مخاريط وليس داخل اغلفة ثمرية تمام يبقى دي مختلفة عن النباتات اللي احنا بنزرعها او اللي احنا بنشوفها حوالينا كتير يبقى تاني نعرف النباتات معرات البذور نباتات لا زهرية تتكون بذورها داخل مخاريط وليس داخل اغلفة ثمرية يبقى الاعضاء التكاثرية بتاعتها عبارة عن ايه عبارة عن مخاريط ليه لانها مش بتكون ازهار زي ايه زي النباتات اللي احنا بنشوفها العادية طيب ايه امثلة النباتات دي الصنوبر والسايكس يبقى الصنوبر ونبات السايكس ان الاتنين دول بيعملوا ايه بيكونوا مخاريط بتتكون ايه جواها البذور وما فيش اغلفة بتغطي البذور دي طيب النباتات التانية اللي هي مغطات البذور بتنقسم لنوعين ايضا ايه هما النوعين دول عندي نباتات ذات فلقة واحدة ونباتات ذات فلقتين طيب ايه هي النباتات مغطات البذور عايزين نعرفها بنسميها اسمي تاني وهي النباتات الزهرية ليه بنسميها كده عشان بتكون ازهار يبقى عرفنا ليه اسمها نباتات زهرية وايه هي بقى النباتات مغطات البذور او النباتات الزهرية دي هي نباتات بذرية مغطات البذور تتكون بذورها داخل اغلفة ثمرية يبقى من اسمها بتكون ازهار بتكون بذور البذور دي مغطة ليها غطى بيغطيها وبتسمى الغطاء بتاعها بالاغلفة ايه الثمرية طيب بتنقسم قلنا لنوعين نباتات ذات فلقة واحدة واخرى ذات ايه فلقتين يعني ايه ذات فلقة واحدة وذات فلقتين يعني البذرة لو مسكناها وشلنا الغطاء الخفيف او الرئيق اللي برا ده هنلاقي جوها قطعة واحدة بقول عليها فلقة واحدة يعني الجزء واحد البذرة عبارة عن حاجة واحدة زي القمحة والذرة طيب النباتات ذات فلقتين عبارة عن ايه لو شلنا الغلاف الخارجي اللي برا الصغير ده هنلاقي ان البذرة عبارة عن جزئين زي حبة الفول لو اخدنا واحدة حبة صغيرة من حبة الفول او البسلة وشلنا الغطاء الصغير او الغشاء اللي برا ده هنلاقي فيه جزئين جوه مسكين في بعض ايه قريبين من بعض فلقتين عبارة عن جزئين يبقى البذرة نفسها قطعتين جوه تمام عشان نفهم الكلام ده لازم نمسك حبة فول او بسلة ونشوفها طيب بالنسبة للفلقة الواحدة نجيب حبة ذرة او قمح ونبص فيها كويس ونبدأ نفتحها هنلاقيها من جوه قطعة واحدة تمام يبقى عندي النباتات مغطاة البذور قولنا ان هي نباتات زهرية يعني بتكون اظهار وكمان البذور بتاعتها مغطاة داخل اغلفة ثمرية وفي منها نوعين في منها ذات فلقة واحدة وذات ايه فلقتين كده احنا خلصنا الجزء الاول من الدرس الاول قبل ما هنختم الدرس هنلخص اللي احنا اخدناه سريعا احنا اخدنا ايه في الجزء ده اخدنا التنوع في ايه في ثلاث عوالم في عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الكائنات الدقيقة اخدنا النهاردة نشاط واحد بس على ايه على عالم الكائنات الدقيقة لما بدأنا نفحص عينة من الماء الراقد بعد ما درسنا التنوع في عالم الحيوان والنبات وعالم الكائنات الدقيقة وعرفنا ايه هو عالم الكائنات الدقيقة بدأنا ندخل في تصنيف ايه الكائنات الحية قلنا ان العلماء بدأوا يدرسوها ويصنفوها في مجموعات حسب ايه حسب الاتشابه والاختلاف ما بينها لتسهيل دراسة الكائنات الحية عرفنا ان الحاجة لما تكون منظمة او مرتبة هيبقى سهل دراستها اخدنا النهاردة التصنيف بتاع النباتات لكن المرة الجاية هنكمل ان شاء الله هناخد تصنيف الحيوانات هناخد تصنيف اسمه التصنيف الطبيعي اللي بيقوم على دراسة النوع وكده نكون خلصنا المرة الجاية ان شاء الله الدرس الاول تمام ما تنسوش تذكروا الدرس كويس الدرس فيه تعريفات كتير وفيه تقسيمات هو سهل جدا ولكن محتاج ايه محتاج ان انت تحفظ التعريفات اول باول وتحفظ التصنيف بتاع النهاردة عشان لما تاخد تصنيف الحيوان والتصنيفات التانية ما يكونش الامر صعب ايه عليه تمام لو في اي حاجة او في اي استفسار اكتبولي في التعليقات يريد تعملوا لايك للفيديو لو عجبكو وتضغطوا على سبسكرايب وشير للفيديو واخيرا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة